الاستفتاء. الاستفتاء اللي هو بشي يصير نهار خمسة وعشرين جويلة. الى كان ما تغير حتى شي من هوني لخمسة وعشرين جويلة. الى كان يعني. التخوف هو انه في نهاية الامر هو لخاتر ما زال مسيطر على الوضع معناتها ما زال مسيطر ما فماشي ردود فعل. الردود الفعل هي كما نوع دي بيتيسي هون حجم كذا. في موقف الاتحال عن دونسي للشولس يكون محدد. باش يكون محدد. اي باش يكون المحدد معناتها فامتها. وربما زاد اضطرابات تقعشين بعد هذي الشي نتخوف منه. والبلاد معاش تتحمل باش يسير فيها اضطرابهات. ومعاش حاشتنا احنا باش يسيرنا معناتها ما صار في اه سبعتاش ديسمبر الالفين وسبعتاش. الالفين وعشر. معاش حاشتنا احنا بالثورات وبهالواحد لكل ما نحب الأمور تمشي بي سلاسة وبالتفاهم وأنه راه كيف تتحاور وكيف تتكلم راه ما فيهاش عيب. راه ومش معناتها انتي باش توخر. ما هوش تأخير. ما توخرش. لا يمكنه ان تتصور في بالك وانك اخطأت عندما تراجعت. قل وعاود اقرأ الخطاب متاع اه عمر بن الخطاب لابو موسى الاشعري في رسالة القضاء. اشي قل. قل وراه كيف تتراجع في موقف. يكلم فيه هو قاضي في الكوفة. قل وراه كيف تتراجع في الموقف متاعك. راه ما هوش خطأ. بل بالعكس. احسن من ان تتمادى في الخطأ. تراجع فيه. ما هوش ضعف. ما هو الضعف. احسن. بانسور رسالة. رسالة القضاء. بانسور. ما فيه ما فيهاش. ما فيهاش يحيب. في السياسة نتراجع. وشنو الشو اللي فيه. يخي شنوه بشن قادانة شادة. ما نحبش نتحرك. ما نحبش نبدل. ما نحبش نعمل حتى شيء. خايف من ايش. عنده شعبية مارك الله عليها. عنده شعبية راو نقول لك. ابعاد الاحزاب. ابعاد الاحزاب. اه. خطأ. تعتبروا خطأ. في مصر وقت اللي عملو. عملوا حاجة تشبه الهذية. عملوها قبلنا وقت اللي عملو. زوز هيئة. هيئة العشرة. وهيئة الخمسين يسميوهم. هيئة العشرة فيها اربع أستاذة جامعيين في القانون. والاخرين قضاة وزوز محامين. عشرة هذوم كالي السياقة المقنون. والاخرى. هيئة الحوار. اللي جابوا فيها حتى احزاب ممثلة في وسطها. وجابوا فيها كما احنا متاعنا. كما الحوار هذية نفسها. هو من هذا فم اقتباس شوية منها. لكن زاد عليها واحدة اقتصادية واشتماعية هما ما عملوهاش عملو زوز عشرة وخمسين. معناها نفس الشيء تمشي متاحهم وبعد. في الاخر هذوم كقدموا المشروع. والمشروع هذك وقع معنا تتمرينه الى الاستفتاء. احنا حاجة تشبه الهذي شوية معنا تقريبا. وهذه معنا تغالبا ما انتقعة معنا تلك اللي كان ما يحبش انا يحل الحوارات يحصرها. لكن الحصر هذك يجب يكون مبني على نقاشات وعلى حوارات. آآ معنا ته اللي اللي تنقص عليه لحمل. انتع انه ينظر له كأنه هو قاعد يحب يعمل مسؤولية. ثم انه السيغة اللي اللي ادار بها البلاد في المدة هذه الاخيرة. معناتها من انه حط كل النفوذ وكل السلطات بين يديه. ومعناتها ما عادش حتى حد عنده لأي سلطة. معناها هذي زيادة عطاة خوف من ان هذا سيقع تركيزه في الدستور الجديد. معناتها هذا هو الخوف من هذا. ثم انه العمل بتاع اللي جان هذي ما يتحثوش. ما يقوله حتى شيء للتحفظ والصمت وما يحكيه على شن هو اللي صار الداخل الى غير ذلك. معناتها مثلا ماشي معناتها شفافية كاملة على الاشغال متاحهم. احنا وقت اللي عملنا الدستور. فما مصودة الولاة انا واحد منا سدرت بها. انا اتكلم مع الكندا ومع واحد الكل في دي في الليل باش نتحثو على نقاشات في خصوص الدستور توانسة موجودين في الخارج. معناتها ودورنا في الخارج وفي الداخل وكذا 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 وتحدثنا فيه المسودات اتتحاودت واحدة واثنين حتى وصلنا للثاثة وهم ايش غايبة خرج اللي اعتصار من رحيل كامل طيحة هيا في نالمون. وفالاخر تحصلنا على دستور اللي هو في مجمله اليوم اظهر انه ناقص وقلب فيها هنات. هي كل وقت عندك انت في الدستور ما يفرض تعديله. اليوم الدستور ما تتعديل بيه. هي باك الاستفتاح هذي عدلك الدستور هذيك وبدل منه مع تش حبي تبدل وين تفعل موضوع. ويقعد عنده على القل لك الحرمة هذيك انه خدموه ناس ومش الكل باش تحطه مع حساب فريقه او فريق اخر. هذيك شاركت فيه ناس وانتي بيدك شاركت فيه. انتي بيدك شخصي. قداش ممرة تحطه وتقول لي افكار وتقول لي معناتها في الدستور متاع كذا فيك متاع الفين وربعة عشر قبل. الكل نكلمه مع في البلاتوات متاع تلالفزة الكرونيكا الكل ما هتناخده لهم افكار ميانسي. فما نقاشات. فما نقاشات. خوذ انت الدليت او اللي قعد لك. قعد لك انت قبل يزم في عسرين جوان تعطيها. عشرين جوان. معناها الشو اللي بيش تعمل. وقتها بش تبدأ ترويش فيه وتتبيع فيه. وشنو سؤال اللي بيش تعطيه. بش تعطيه على شنو. بش نو اللي بيش تعملوه. والاخرين. يا خي ساهل انت تخساب بش يجي ويعملوا دستور اللي هما ما همش عارفين و بش يغالو كل بش يتلموه خمسة ستة من ناس القانونيين هذهم. إلا إذا كان زادوهم آآ آآ ينجم وزيدوهم من المفكرين بإشراف تعال الرئيس المؤنسق معناتها يلزم هو يقبل اللي يغالي ذلك. ما هتفهم باب مفتوح للاستشارة الواسعة. لكن آآ ما ظهر لي لو أنها بش تكون عندهم الوقت بش يقعدوا يستشيروا إلى ما لنهاية له. الوقت هذي يضيق جدا بش أنهم يخرجوا حاجة في المستوى المطلوب. إذن آآ التاريخ خمسة وعشرين جويل لو نختم بهذا السؤال خمسة وعشرين جويل الاستفتاء يعني تاريخ آآ آآ صعب يعني آآ نقطة استفهام. نقطة اللي هو. اللي هو بالنسبة ليه ما هو هو رئيس الجمهورية. وانا نعرف وانا هو بالنسبة ليه معناها ما يش يفكر التوجه هذاك. اذا كان اليوم ما ما هوش بش يقبل بش يوخر وبش يبدل خمسة وعشرين وسبعة عشر لو كان يقول لك وخرت على خمسة وعشرين وسبعة عشر معناتها سيئة. حليت الباب لي وش بش يصير. وانا اذا كان الشعب في الاخر يوافق نحط هناك الدستور. يمكن طوينا جميع عدل. يمكن طوينا جميع حسن. كيف هذوم الكل يبدوا ويتكلموا ويزيد يعطيهم تعلمات اخرى بش أنهم يأخذوا بعين الاعتبار التوجوات. يحتمل يمكن فما هذي اللي يجعل. هذك عليش حاجات باهية هم هذوم في نهاية الامر. هاللي بتيسيون وهال المواقف هالي وانا نحن بش يفهم راهو البلاد اخذات الحرية متاحة مش بسهولة وما هيش اليوم بش زي تفرط فيها. ويزم هو اول انسان يفهم هالحكاية هذه.